قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القاد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار فقد قام سموه اليوم بزيارة مجالس عزاء كل من الشهيد محمد سعيد راشد الحساني في منطقة ضدنا بإمارة الفجيرة والشهيد جاسم صالح راشد الزعابي في منطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة والشهيد سمير محمد مراد أبو بكر البلوشي في منطقة الرقائب واحد بإمارة عجمان الذين استشهدوا ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ الانهيان بن زايد الانهيان رئيس مجلس أمنا مؤسسة زايد بن سلطان الانهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة الفريق الركن جمع أحمد البواردي لفلاسي مستشار نائب القائد العام أو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء سائنا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وأكد سموه اعتزاز وفخر الإمارات قيادة وشعبا بشهدائها البررة الذين قدموا صورا عظيمة من التضحية والبدل والعطاء والتي ستظل ماثلة أمامنا نستلهم منها الدروس والعبر ونقف لهم جميعا والإخوانهم الذين سبقوهم إجلالا واحتراما على ما سطروه من تضحيات مشرفة في ساحات العز والكرامة لأجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة